يعني ايه زهان؟ زهان هو خلل في وظايف الزهن تمام؟ من ضمن وظايف الزهن وظيفتين أساسيين وظيفة الإدراك ووظيفة التفكير طب ويقول الناس كلها مش طائقينه؟ الوظفتين هقولك هوا الوظفتين دول هم الوظفتين الأساسيتين اللي بيحصل لهم أو بيتأثروا في إطراب الزهان أو بالتحديد الاسكيزوفراني اللي حتك لبعنا نهاردة اسكيزوفراني عبارة عن أعراض سالبة وأعراض مجابة يعني هو التعريف بتاحها كده أعراض سالبة وأعراض مجابة الأعراض المجابة دي اللي هي تكون حاجة من أربعة هلاوس، ضلالات أو سلوك غير محكوم أو غير منتظم أو كلام غير منتظم تمام؟ بنسميها كده دليوجنز يعني ايه دليوجنز؟ يعني أفكار سبتة رسخة ما بتتغيرش بالمنطق الناس كلها بتكرهني الناس كلها ضد دي فكرة سبتة رسخة كل ما حد يقابلني ما يطقنيش اللي احنا شوفنا عندك دي فكرة سبتة رسخة في دماغ المريض ما بتتغيرش بالمنطق إنه مترائب إنه الآخرين بيأزوه بيتطهدوه كلهم بيغيروا منه إنه الآخرين بيغيروا منه بس دي أغلبية البنات دي يا حرام والله إنه هو ماشي في الشارع بيحس الناس بتشاوره وتتكلم عليه أكتر من كده بقى إنه الضلالات تكون غير منطقية بنسميها بيزار دليوجنز فيقول إنه المخابرات الأمريكية شرحة زرعة شريحة في دماغه دكتور حمود أشيك اسمها كده ما هيديش اسمها ضلالات غير منطقية هو المريض بيقول كده وفيه فرق ما بين الهلاوس الحقيقية والهلاوس الكذبة وفيه فرق ما بين الهلاوس والوساوس هقولها دلوقتي ده حوار كبير قوي لا أخلص أنا أعيز أفهم خليني أخلص الدلالات الأول الدلالات ده أفكار سبت رسخة في دماغ المريض ما بتتغيرش بالمنطق فنقعد ننقشه هي مش هتتغير اللي هيغيرها الحاجة العيدة الدواء تمام الأفكار دي يتكون ضلالات التهضية يتكون ضلالات فقر يتكون ضلالات عدمية يتكون ضلالات تسمم يتكون ضلالات عظمة فيقول لنا المهدي المنتظر أو إننا المسيخ الدجال أو هكذا دي اسمها ضلالات خلاص الحاجة التانية حاجة اسمها هلاوس الهلاوس ده خلال في وظيفة الإدراك الهلاوس دي بتكون حاجة من خمسة يعني إحنا عندنا حواس خمسة فالهلاوس ممكن تكون أي حاجة منهم هلاوس سمعية أو هلاوس بصرية أو شمية أو تزوقية أو حسية الأشع في الطب النفسي هي الهلاوس السمعية المريض يقول أنه بيسمع صوت بيكلمه بس إحنا نقوله كده الصوت ده بيكلمك في ودانك ولا في دماغك لو قال لي في وداني يبقى الصوت ده هلاوس لو قال لي في دماغي يبقى وساوس وساوس يعني دي أفكاره هو بيسمعها على أنها صوت بيكلمه لكن هلاوس لا بيسمع صوت تاني